السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الكرام علوان هذا اللقاء الدعاء الذي طلبه الله منها في دعاء ربنا طلبه مننا أيوة في دعاء المفترض أن أنت تدعوه لربنا سبحانه وتعالى حينما تقع في معصية حينما تقع في ضيق حينما يكون عندك مشكلة حينما يكون عندك كرب أيوة سيدنا آدم لما وسوس له الشيطان وأكل هو وحواء من الشجرة قال لهم الله تبارك وتعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين أو عدوا مبين الله يعني أنا قلت لكم تكلوش من الشجرة والشيطان ده عدو مبين ماذا قال آدم وحواء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فهذا دعاء ينبغي أن نتعلمه حينما نقع في ضيق أو حينما نقع في معصية أو في ذنب أو إلى آخره نعترف بالذنب إلى الله سبحانه وتعالى ونقول له يا رب إن إحنا ظلمنا أنفسنا وإنت لما غفرت الناس هنبقى من الخاسرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قال هذا الدعاء قال رسول الله من قال هذا الدعاء ومات دخل الجنة انتظرنا في اللقاءة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته